الكتل السنية تقترب من الاتفاق على مرشحها لمنصب رئاسة البرلمان بعد تحركات سياسية على قيادات وزعامات الإطار التنسيقي والكرد مرشح التسوية هو الأقرب لفك رموز الاختلاف بين أطراف البيت السني بعد فشل كل المحاولات السابقة لعقد جلسة خاصة لانتخاب الرئيس هناك خيارين أما بترشيح هؤلاء المتبقين في الجولة الأولى أو أن يتم تعديل المادة 12 ليتم فتح باب الترشيح مرة أخرى وبينما تراجع تحالف تقدم خطوة إلى الخلف ليبادر بدعمه غير المعلن لأحد المرشحين المنشقين عن تحالف العزم والحسم والسيادة شريطة إعادة ترتيب توزيع المناصب بينهم تتشبث الأطراف الثلاثة الأخرى بمرشحهم للمنصب بالاعتمادي على شركائهم في الكتل الأخرى حلبوسة حركاتها كانت من أجل تعديل النظام الداخلي وليس من أجل طرح مرشح التسوية ولكن عندما يوضع في زاوية أنه يجب أن يكون هناك خيار واختيار فبالتأكيد سيجأ إلى مرشح يكون بعيدا عن المرشح الذي لا يريده على تحقيق الاستقرار في مختلف البجالات ولا سيما في موصلة تشريعية ونسعى أن يتم انتخاب رئيس بيس النواب من أجل تفعيل القوانين والعمل وتحقيق مصالح الشعب العراقي كتل الإطار التنسيقي التي تمتلك أغلبية البرلمان تقول أنها مع الاتفاق السني على مرشحهم أو الذهاب بأكثر من مرشح والحسم لمطرقة البرلمان فيما تؤكد الأطراف الكردية رغم اختلاف مواقفها أنها مع الأغلبية السنية والاتفاقات المبرمة معها سجاد الموسوي العراقية الأخبارية بغداد